حوار تم إجراءه وترتيبه قام بإدارته المخرجة النابهة ساندرا نشأت واختيار ساندرا نشأت أثار لغة كثيرة وأسئلة كثيرة لماذا مخرجة تقوم بالحوار مع رئيس الدولة في حضور وفي وجود أكثر من إعلامي كان بيتمنى أنه يجري هذا الحوار أنا ليه رأيي واضح في هذا الموضوع ومنتهى الدقة قلت أنه اختيار ساندرا نشأت اختيار موفق واختيار صادف أهله لأنه ساندرا عندها قبول والقبول ده بتاع ربنا نمر واحد نمر اتنين مثقفة واعية والزاوية الأهم أنها غير مستهلكة بمعنى أنه أي إعلامي هاتلي أي إعلامي من الموجودين على الساعة ومرشحين لإجراء حوار مع السيد الرئيس أول ما يعلن اسم هذا الإعلامي أيا كان اسمه هيسقط ويفشل الحوار قبل أن يبدأ لأنه كل إعلامي عليه ملاحظات سواء مهنية أو سلوكية أو حتى تاريخية في كل أحوال أنا أحيي من قام باختيار ساندرا نشأت واللي أدارت الحوار ببراعة شديدة وبساطة وتلقائية دخلت قلوب المصريين دون ما استئزان دي أول نقطة للإجابة ليه؟ ساندرا نشأت مش أي إعلامي وفي ناس تقول ده معناها السقوط لكل الإعلاميين أنا مش عايز أفور في الموضوع وأقول وأحمل الموضوع أكبر مما يحتمل السؤال والإجابة لتنين معنى واحد إن فيه موضوع حصل ببساطة شديدة مش عايزين الأمور التقليدية يجيب واحد من شيوخ الإعلاميين أو من فطاح الإعلاميين أو من شباب الإعلاميين يقعد مع الريس يسأله سين وجين بشكل إعلامي مقاولب داخل استوديو أو استوديو معدل لذلك النتيجة ستكون نتيجة تقليدية أيضا لكن ضرب المتوقع وخارج السياق زي ما بنقول أو خارج السندوق زي ما بنقول فبالتالي لابد أن احنا نصفق بقلب صافي لأنه حاجة حلوة عملت ما ينفعش إنه حاجة حلوة عملت أنفس وأقول لو كنت أنا موجود أو مش أنا موجود أو مين أو إعلام وإعلام ما سندر نشأت واحدة مثقفة ومتجردة ومن يقرأ سندر نشأت وتاريخها السجد بتاعها لابد أن يقف يعني فيه إجلال واحترام وتقدير لإنسانة مصرية حقيقية إنسانة مصرية واعية أنا مش عايزة شخصاً للموضوع وأقول أشخاص لكن المنتج اللي خرج من هذا الحوار منتج في تقديري رائع للغاية في تقديري أنه هو يعني أكثر وأكبر وأعلى من المتوقع يعني الباطل الرئيس والرئيس لابد أن ننجح أي حوار فيه لكن حقيقة الأمر إعداده وتصويره وإخراجه وأسئلته والحركات والتحركات والكاميرات أنا بشكل مطلق يعني شعرت بإعجاب شديد وزهو لهذا العمل